موسيقى 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 التايتل دكتورة بالسلوكات السلوكيات البشرية والاستشارية الاستشارية هيدا التايتل طبعه كالبوست والشغل اللي بتعمله بالحياة هي إنسانة رائعة هي إنسانة جدا متواضعة هي إنسانة عندها بعض نظر وفكر وعقل وواسع وقلب بساعة الكل وكنا عم نحكي هلأ مع الأسيس لما بيجتمع الإيمان بالعقل مع واطف القلب قده بيعطوه نتيجة حلوة كرميل هيك إيمانها بعملها اللي عم بتقوم فيه لمساعدة الأشخاص ولتطور حالة هي بزيتها لأن ما شاء الله عليها دايما بتطور مستمر ودورات متتالية وكسب للمعرفة أكتر وأكتر لتحطهم وهيدي يعني الوزن اللي ربنا عطاها إياها عم بتفعلها أضعاف وأضعاف كرميلنا كرميل الأشخاص اللي عندهم أي خلل أي ضعف أي هيك حاجة لإنسان يوقف حدنا من بعد ما أكيد بالدرجة الأولى نلتجي لربنا فينا أكيد نلتجي لدكتور زينة غصوب الأسود صباح الخير أليه ممزور مرسي كتير على الانتروضاكشن بتعرف حقيقة شعوري مش لأن نبع من محبهي نبع كمان من مراقبة على مدى كل هيدا السنوات لما الإنسان ما بيتغير وبتختبريه بعدة حالات وبعدة ظروف وما بتتغير الأوجه تبعه بيضل على وجه واحد هو بيتفاعل مع هيدا الظروف فما فيك إلا ما تحترمي هالأشخاص وحضرتك حدا منهم اليوم خبرنا كيف بدنا هيك نبرد قلبنا واليوم قلت للمشاهدين صراحة رحكون صادق معك الصباح قلت للممكن ما تهتموا لا بي موضوع الأسيس ولا بي موضوع زينة ولا بي موضوع دكتور كرام ولا بي موضوع حدا يمكن تهتموا بس بفقرة زينة نمرود لأن اليوم معلقين نحن بوراق الترو معلقين بالتوقعات معلقين إذا بدك بكرة شو مخبالنا باعتذر منكن واعتذرت منكن ومن قيمتكن وحضوركن معنا بس صدقيني كلنا هاكر يعني يا راحين بدنا نعرف بكرة شو نسأل عن حالنا بكرة شو طيب اليوم نحن وين بدي بلش لك ببوست حطيته من يومين ثلاثة هالبوست بيقول أول شي ما ليه إذا نحن هالقدة مش مناح ايه نحن مش مناح كلنا شو يعني مش مناح تعبنين يعني it's okay not to be okay يعني وإذا بقلك شو إجاني من بعد هالبوست ردود من تلميج جامعة لا ناس عم تشتغيل لا أميات شو يعني إجا إجا بليز قولي لنا قولي لهم أنه عنا فحص بليز قولي أنه عنا ديليفرابل بليز قولي أنه لأنه لي الوضع صعب كتير يعني إذا نحن ما منتفاعل ما اللي عم بيصير أول شي الجرم يلي عم بيصير الحالة الإشياء اللي عم نشوفها واللي عم نحسها ما فيك ما تحس إذا ما بتحس أنت مش إنسان ستر تروبو نعم ونحن منقول عن حالنا اللبنانية إنه ما نحن خلص تعودنا صرنا مبرمجين أنا برفض هالفكرة هاي يعني برفض نقول إيه ما خلص ما نحن تعودنا كان عندي اجتماعي مبارح لبرة في حدا ما يقال ما خلص ما إحنا لبنانية تعودنا قلت له لا ما تعودنا ما بيسوى نتعود ولا بنبطل بني قدمين بقى من هون رح انطلق لك إنه ها أول شغلة شو يعني شو يعني إنه ما ليش إذا زعلنين ما لي إذا معصبين ما لي إذا متضيقين ما لي إذا كل هالعواطف الناجتف ما لي نكون نحن موجودين فيها بس مهم ما نبقى فيها مهم ما نضل قاعدين علقانين فيها ع فترة طويلة لو استمرت لا سمح الله الحرب أو لا سمح الله صار عنا شي نحنا تطورت أكتر وأكتر بالناخل اللبنان بقى نحن علينا نعرف كيف نحن ندير حالنا كيف مشا أول شي قلتلك أنه نقول أنه أوكي أنا معصبة ومش قادرة أشتغل ومش قادرة أنتج ومش قادرة كذا ضهرن قالوا إلي لك مش ماشي الحال أوكي بتسمعني شوي أنا بدي نق بدي نق اليوم أنا لقات الصباح فططت الصباح صراحة مش مش ماشي الحال يا خيب ماشي ما علي بس ما نضال هناك طيب زينا ما هي الفكرة منحنا يعني بين العقل اللي عم تحكي عنه هيدا عقل صح هيدا اموشونس هيدا اه كمان اه أكيد اموشونس اموشونس عندك ما تنسى أنه نحنا قاطعين بظروف كتير قوية بحياتنا مركة بالسبكونشس طبعنا يعني هي باقي باللواعي طبعنا طيب هيدا تريجر اللي عم بيصير هلأ لقلنا عم تتذكر أنت شو يعني من دون ما تحس في اموشون الهلاء عم بيرجع اموشون الفزع عم بيرجع اموشون الغضب عم بيرجع اموشون الساعدنس عم بيرجع كله عم بيرجع لأنه نحنا عايشينهم هون نحنا ما طلعنا منهم بعد وحتى لو طلعنا منهم نحنا ممرئينهم لأولادنا كمان ما نحنا منقطعهم بالجينات حطيت إصبعك على الجرح يعني هيدا المشاعر اللي عم تحكي عنا اوكي يعني الأهل أوقات مش عم بيخافوا على حالهم عم بيخافوا على أولادهم وحقهم ومستقبل أولادهم وعم بيفكروا كيف بدهم يحموهم يمكن كرميل هيك بتحس إنه فيه هيدا الخوف الخوف أوقات مش لا نحنا ننأزى نا أكيد الخوف على الآخر ليه منفكر بها الطريقة منخاف على حالنا بس منخاف على الآخر أكتر بدك أنا للصراحة أنا مفرقة ما عايشي شو ما بيصير متل ما اتلقيت صدمات كتير بحياتي على الصعيد الشخصي من أكسيدانات اتعرض طلة سخونة اتعرض طلة أخسارة أصحاب اتعرض طلة فراء اتعرض طلة اخسارة أفراد الأهل اتعرض طلة أنا شو بها بده يصير أكتر ليك ما بعرف إذا هيدا هو حالة نكران بدي أسألك عنها ولا ما بعرف ليك فيها تكون اتنين فيها تكون حالة نكران مش أنت أنه ألوب أنا أقولك ألوب زينة أنا أفضفضلك سماعين تفضلي ومثل ما اكتر هلأ بدون يفضفضلك ويمكن من خلال فضفضتنا مع بعضنا نريحهم شوي نفسيا إنه قاعدين ببيوتهم أكيد ليك فينا نقول فيها تكون حالة نكران بالأغلب بنا تكون حالة نكران لأنه أنت ما فيك كإنسان ما تتفاعل مع شو عم بيصير مش ضروري تعتلهم هلأ بدأ أحكي شوي عن عدلة الهم لأنه طبيعي عم بتفاعل وعم بزعل وعم بحزن كتير على المشاين بس ما في عندك خوف ع حالك هيدا العب بفهمه منك صح؟ هيدا هيدا لأنه أنت شغل ع حالك كتير يعني الشخص يلي هو مرتاح مع نفسه ما بيخاف ع حاله ما بيريلي ما بيخاف طيب عم بحكي أدامي اللي عشو مستعجل شكلك مش مبسوط بحياتك تبدأك تفل لا بالعاكس لا بالعاكس ما تشوف الطرف الأخر كيف يفكر فيك كمان بس هيدا هو واحد إذا هيك عم يحكي يعني هو مرتاح هو مرتاح بإيمانه هو مرتاح بشو عامل بحياته بالمحال يلي وصله بالتطور يلي عمله ع حاله مش لأنه بده يفل it doesn't mean that أتقول الإنسان يلي بيقلك هيك بيكون هو حدا مرتاح وبدو يشوف كي بدو يخدم هون بتلاقي دايما الشخص أوكي أنا هون هلأ أنا شو فيه عمل أنت عم تخدم بإطلالتك بأنك تساعد الناس من هذا المنبر عم تعمل إشياء برانية عم بتصلي ما بعرف كل إنسان بيساعد بطريقته المعينة كل واحد مننا الصلاة هي لوحدة مساعدة تلتين العلاج بس كنا عم نقول كيف واحد بدو يركز على حاله بس يقول إنه أوكي أنا مش بنيه أول شي بنقول نحنا name the emotion يعني بس إلي عم بيقلي زعلانه وتعبانه ومعصب وكذا بدي فلتر 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 أعرف أنا شو هي هال إجزاكلي أكتر أموسيون عم بيقطع فيها وركز عليها يفهم أول شي وينه بس تعرف أنت وينك نص الحل بس تعترف أنت بك تعترف أنه أتعب أنه شوف كيف الوضع وما في شي ضابط ورجعونا مئة سنة لورا وبتعرف العبدية فيه كولكتف بعدنا فيه كولكتف أنرجي بالميدل إيست كله يلي هو كتير صعب ما فيك ما تتأثر فيه وبدك تتأثر فيه أنت شو فيك تعمل بتركز على حالك وعلى البيئة يلي أنت فيها قد ما بتقدر كمان قد ما بتقدر بمقدورك إمتى شو فيك تعمل عملت النامينج للإيموشن طبعاك بدك تشوف شو فيك تعمل فيها بب فيك تضل قاعد فيها فيك تضل زعلين فيك تضل عم بتنق وفيك تضل عم بتتسب وفيك تضل عم بتعصيب وتفش غلقك بالناس وتلوم هذا وهذا 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 وفيك تقول أنا شو فيه أعمل هلأ حل عندك طيب إذا قررت أنا شو فيه أعمل هلأ بوقت أنه عم نكون مسيرين يعني إحنا مش بقررت مش بقررتنا بدنا الحرب الحرب هي عم تجي لعننا مصبوط نحن عم نحكي هلأ عن أجواء الحرب وهيضا اللي يعني عابلة هيك كنت وصله للناس لأنه عم بسمع كتير زينا الناس خيفيني وحقا وكنا عم نحكي مع الأسيس وعطاني أمثلة من أكيد حقا كلنا حقنا أنه تخاف وبتحسي أنه يعني كل شي حتى بالإعلام هلأ براهو من مال أنه عم نكون عم نستبق هيدا الشيط أنا عارف شو بدنا نتصرف وكيف 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 بس كمان المتركاش كله سوا ونحن أنا دايما هيك بحس أنه يمكن هيك معيك قبل بمرة بهالموضوع عنا نزع على السودوية عنا نزع على مية بالمية على السلبية مع أنه بتبقي عايش حياتك بالطول والعرض دايما هيك شغلة سلبية بتنزع لك كل السعادة اللي أنت عم تحقيقها هيت لما نقول بتنزع كل السعادة بتعكرة بتعكرة بس ما هو أنت اللي ما بعدنا عم بقول في شي اسمه PTSD Post Traumatic Stress Disorder يلي هو نحن قطعين صرنا فوق الأربعين سنة بظروف كتير صعبة بهذا البلد وبالمحيط خمسة وسبعين سنة بالمحيط هالإشي ما بيروحوا هالبي بيبقوا بيبقوا بالنقنشس طبعنا أول شي بدوا ينشغل عليهم بدوا يصير في شي اسمه Trauma Healing إذا واحد ما نعامل Trauma Healing على حاله نحن من جيل الحرب نحن دغري نرجع لورا ونقعد بزيت الحالة نحن ما منقدر نطلع ما فيك ما بتقدر لأنه العقل بيردك لهنيك البراين خلق إذا بدك خط المسار من وقت ما هنيك دغري نحط فيه ذكريات وأرشيف هون دغري 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 وأنت أكيد نقله بجيناتك لأولادك هيدا 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 منسميه إبسوفاكتو هيدا ما فينا نعمل فيه شي بس نحن بالهلأ شو فينا نعمل دائما ننطلع على سيركل تبع ستيف الكوفي بنسميها سيركل أوف إنفلونس هالسيركل أوف إنفلونس نحن شو فينا نعمل كنترول عشو فينا نعمل كنترول أنا هلأ عشو في أعمل كنترول شو بقدر عشو بقدر ركز شو في بقدر اشتغله بس بركز عهايدا ما بركز ما بقى زع ثالة هم أنا الحربية اللي جاي لها أنا شو في أعمل سبيسيكلي في أعمل شي ما بقدر أعمل شي إذا إذا توترت وعتلت هم وأنكشست ودبرست ولمت وكل هول إموشنز يلي ناكتف إموشنز عملتن وضليت فين أنا شو عم بس لغيري ولحالي سلبية ويمكن ما تصير وإن شاء الله يا رب ما تصير يمكن ما تصير نحرق حالنا ونحرق أعصابنا لأيام يمكن تجري يمكن لأ بس بسمع كمين الناس منكون على استعداد هيك بيقولوا أنه خلينا نكون نستعدين عم ناخد أحتياطاتنا بس دايما الأحتياطات عم تكون مادية ولوجستية مازبوط يعني بايت بعيد عن المنطقة المهددة أنها تنقصف نأمن الأكل والشرب والزيت ومبرم إذا فينا نحط بنزين بس أول مرة منفكر بهايكلنا الداخلة أنه نفتش هالبيت اللي جوا آمن أنه بيستقبلني بيستقبل فكري وروحي وبيعيشني تحت سقف محمي لك في عدة أمور ما فينا نوقفها فينا كبشر ما منقدر إذا وقفناها أنت بدك تضل قاعد وعيش على قدوية الأعصاب وما رح يفيدوك بالوضع يلي نحن عايشين فيه بهذا المحال أنت صاحب القرار ما حدا غيرك لا أمك لا بيك لا خيك لا جوزك ما حدا أنت صاحب القرار يلي بيخليك تقرر أنا برفض أني استسلم لهالقدة سلبية برفض أني استسلم لهالقدة زعل أنت بدك تقولن لحالك ما في حدا غيرك بده يقولن وبدك تلاقي أكشن ستابس بتخليك تطبقن فيك تقول شو ما بدك بالحياة وتحلم بس نحنا قلنا أول شي منخلق منعرف شو هال اموشن يلي عم بتصير معنا تاني شي من أكشن نعم ناخد أكشن أنا كيف بده أخلص من زعل كيف شو بدي أعمل على الأرض أنا شو بعمل بدي سبور بعمل سبور بدي تأمل بعمل تأمل بدي صلي بصلي بدي احكي مع صديق واتحك كل نهار أنا ويه بدي اشرب كيس بحدا بشرب كيس أنا وحنان بس أنا لقي الطريقة يلي بتمشي معي اليوم اليوم توداي مش بكرة ولا ما ارجع لورا let's focus on the now تسمحيني بسؤال هيدا تخدير مرحلة ولا هيدا عضا طريق العلاج إذا عملنا هيدا الشي اللي قلتي اليوم كررني بكرة حسب الظروف في عم تغير منكون عم نتخطى ولا عم نخدر حالنا خليني اشرب كيس انسى زهزة فتحط راس ونام قطعت هيدا اليوم اللي كنت عايشه سترس بكرة كيف بقوموا الصبح شو الخطب التانية حسب القرار يلي انت أخدت انت أخدت قرار انت نحنا في عنا هرم نطلع عليه في أولويات لا في عنا هرم بالعواطف بنشتغل عليه تنكون نحنا بشر عنا ايفاكت بالحياة بنقدر ننتج بالحياة هو هرم العواطف هالهرم العواطف يا بتكون تحت يا بتكون فوق تحت أو فوق تحت يعني في الزعل اليأس الاشياء الانجر اللي ما فيك تعملها كونترول وفوق في القرج قدي في عندك بطولة عندك قدي في عندك انوفيشن قدي بتطلع على الاشياء وبتخلقها قدي انت سينكرنس بحياتك قدي انت مع حالك انت بتقرر وانت ما بتكون انت اليوم اذا انا قررت اوكي انا زينا اليوم زي عليني ايمي اليوم زي عليني وماني طايقة احكي مع انا مش طايقة اليوم مش ماشي الحال هيتلا ناخد نشرف نجي قهوة انا وياكي اليوم وخليني فتفضلك احكي انا وياكي اي انا اي اكتشلي ددت عملت اول هالجمعة دقيت لها صديقة قلت لها لكي انا عم باختنق وهي صديقة كوتش لقلي تلا عم باختنق مش عقادرة بقى اشوف هالقدة ظلم بس ببديك تلاقي اصدقاء يقدروا يسمعوك من دون وهي ده عملنا حلقة بتذكر بقى بالعكس يعني بيهبطولنا عزمتنا اكتر اذا كنت نبشو عقودجز نبشو عقودجز ما هيك لا صدقيني يعني اوكي ما بدي غير الموضوع بقى بس احكيتها كنت عم باختنق لك لترالي انه عم باختنق انه ما هالمناظر اللي عم نشوفها هالاشية اللي عم نشوفها هيده هاي اكشن ستاب انا قررت اخدها بنهاري بس بتغير شيء بالواقع انت غيرت حالي اكيد انت بدك تركز على انت ما هيده اللي عم قل لك انت بتشوف الاموسيون طبعا وبعدين بتقرر شو الاكشن ستاب اللي بدك تعمله لتقدر تساعد حالك تطلع من هاي المحال طيب بس نحن هنعتبر انه انت ما عندك ديبريسيون كلينيك نحن ما عم نعتبر ما عندك انكسيتي كلينيك جنراليز انكسيتي ديسورد نحن عم نحسب انه ما في حالة طبية نفسية انت عايش فيها اوكي احنا بنحكي شخص عادي اوكي طبعا عم بتأثر بهذه الزروف طيب اليوم انا مع المشاهدين كتير صريح حملت هيدا ال اكشن ستاب وقلت لهم الصبح قلت لهم ما رح قعدكم بشي يعني كمان انا مثل متلكون عم نتفاعل مع كل هيدا الامور قلت لهم رح جرب ويمكن انجح يمكن ما انجح انتو تفاعلكم معي بتعطوني النتيجة بعدين رح جرب قد ما كانت المواضيع قاسية هيك يعني اخذها ببساطة انه بدي جرب ما بتدعي اني انا رح انجح بس قلت لهم على وراح اعمل هيدا الشي بكل المواضيع شو ما كان اتجاهها لان ما قادر اعطيهم تطمينات وميني انا اللي اعطيهم تطمينات وما قادر انه قلهم لأ يعني عرفته انه الشي اكبر منا وانا عم بعيشوا يعني انا بدي جنين يعطينا هيدا التطمينات كمان فانا عملت هال اكشن ستاب الباقي عند المشاهدين هن قد يتفاعل وقد ياخدون على محمل الجد وبيفكروا بالعقل اللي مرتبط بالمشاعر انه ايه اذا عملنا هيدا الخطوة بننجح ولا في اشخاص وانا بسمعهم لما بكون قاعد مع اصحابي او حدا من زوارنا بالبيت عم بحضر برنامجنا وبيطلع حدا بيحكي هاي بغير بلد نحنا خيفانين هلا عم نأمن لقلتلك عنه حتى ما ارجع عيد واعمل فوكس على اشي هيدا بس هيدا الواقع انت عم تبقى الواقع بس انه عم بقلك في ناس تنظر لهيك ما هو هول الناس او الناس يلي هيك هي علقانة نحنا منسميهم ستاك وكلنا فينا نكون ستاك وعم بقلك انه نحنا منقدر كلنا نكون علقانين انت كيف ما بدك تفزع اليه وكيف ما بدك تزعل وكيف ما بدك تتعصيب وكيف يعني كل هالمشاعر هايدي ما هي طبيعية بالوضع يلي نحنا عايشينه طبيعية مش مقبول ما تحسن بس مش مقبول تضل فيهم ومش مقبول تضلك تلوم لانه بالنهية الحياة ماشي ماشي فيك وبالك انت بتقرر شو بدك تعمل فيهم هون الاموشنز طبعا لانه بتشل حالك وبتشل اللي حوالك وبتخلق حالة زبزبة سلبية قلتلك فيه شي بنسميه collective negative energy فيه يكون عنا collective positive energy تنوسع اكتر واكتر ايه لنوسع على الكل بس نضم ايدينا ببعضنا نقدر نساعد وقتا we connect as human beings بنساعد بعضنا وليك مش بيدحكي مش بهالجلسة هاي انا وياك اليوم على الهواء طيب ما هاي جلسة حلوة انه عم نحكي عم نفطفد عم نحكي عم نساعد للناس بس بزيت الوقت عم we are connecting as human beings بقى هيدا الشي كتير مهم للعالم فيه عدة امور فيه يعملون فيه يعملون اذا بنا نحكي physicality فيه يعملون رياضة فيه يعملون تأمل فيه يكتبون journaling فيه يصلوا فيه يعدوا مع صديق ويقولوا له بس بدي اضحك اليوم هتلا نضحك فيه يحضروا فيلم ما علي اذا تخضروا شوي بس ما يضلوا قاعدين على الفيلم النقطة ان واحد يعرف شو الكباسيته تبعه وين هو والتاني يقدر ياخد action step اذا ما قدر اخذ هالaction step يستعين بحدا بتعرف اذا طبقنا هيدا الشي زينا ونجحنا فيه قداي المطلعة قوية قداي يمكن هلا ما بعرف انه كل شي مدبر ما بدي احكي باللهوت و بالفكر انه كله مرسوم و ما بعرف بس عن جد اوقات لايك اليوم انا جاي عالطريق قلت انا ما بديكون تقليدي بدون ينتقدون ينتقدون بدون اطلع من اطار الكلاسيكية بالحوار بقعت بحركاتي بالالفاظ اللي بدي استعملها بالكلام اللي عبيلي يقوله اوكي اوكي لان لو بوضع هيك انت رح حاورك بغير طريقة سؤال و رج جواب متل العادي و بنوصل للمعلومة اليوم هيك بديكون عن جد على طبيعته اوكي و كل شي بدي اقوله هو عم فكر فيه بالسكت بس عم فكر فيه بالصوت العالي طيب بردك على الماضي طالما قلتين نحنا معلقين طيب مرأة ظروف انه تخطيتها كيف ما بعرف ملع بتعرف انا بغلطك هون لانه بتفكر كم ندلك بشطارتي بشطارت غيري لا لا ما بعرف هون شفت الالفاظ 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 للانسان بيقوله لحاله هي شغلة كتير كبيرة انت عم بتقول للي انه انا ما بعرف كيف تخطيتها بس لي خلينا اقعد انا وياه ساعة برده لوين بيعرف ها هيدا النقطة وين كيف تخطي وشو عمل بيقدر ساعة يكشف كل القدرات طبع لي ها بيشوفهم بيشوفهم هو وبيرجع بيستعملهم اليوم بيستعملهم اليوم بتعرف هلأ عاطتيني هيك شي بسطنة انه الشي اللي قررت اعمله هي هلأ حكيت اشياء صلحتي ليها اللي حقتيني عن نقطة بكل كلمة حتى ماكون عنوصل فيه للناس غلط طيب بدي كفل الفكرة اليوم فينا نستفيد بهيدا الظرف تحديدا لانها عايشين فيه هيدا الضياع نفتش على حالنا لا لا مش لازم مش لازم مش لازم تفتش على حالك هلأ اكيد لا كيف بك تفتش على حالك هلأ بدك تديل وذيور اموشنز يلي انت مش قادر تحمله اعمله ادارة ايه بدك تدير العواطف والمشاعر طبعك هلأ تضلك قادر تمشي بحياتك يفكر انا لابد خاف بلا فيك بس معقول تفوت بلوب اوك يعني مش واحد لازم انه يعني حسب انت وضعك كيف انت مرتاح نفسيا بتقدر بس انه واحد يعمر يدير هلأ شو عم بيصير بحياته وكل شي بحياته هلأ بهذا الوضع سعب شوي لانه ممكن يفوت باناليز يزعجه ويرجعه كتير لورا اذا لوحده عم بيعمله يعني خلينا نكون شوي واقعيين كمان على الارض انه نقدر نشوف الاشياء اللي منقدر نعملها والاشياء ما منقدر نعملها لازم نعرف شو المت بس نعرفون يعني لازم ما هو هذا هذا هو التدريب اللي انا برجع لك على التدريب وانا لا بحب التدريب الحياة انت بتكتشف نفسك وبتكتشف وبتواجه نفسك وبتشوف انت قدي بتقدر قدي ما بتقدر وين قدراتك وين مش قدراتك شو الباورز تبعك وشو مش الباورز تبعك وشو انا عاتك وشو القيم تبعك وشو الاشياء كلها هلأ هني موجودين سارو خلاص بس يجي زرف هيك بتستعملن وبتساعد غيرك هيك بتحسن المجتمع وهيك بصير اذا بدك الانسان بتحسن وبتحسن وبتحسن وبصير عنا مجتمعات راقي ومسكح على يعني هيك طلعت معك كختام للقاء بد منك زي نغصوب على كاميرتك بثلتين سينة كاميرتك هونيك أوكي بثلتين سينة أو دقيقة كل شي بيطلع من قلبك نسي يعني خليها تكون هيك جلسة متل ما كانت عفوية خاطب الناس انت بتعرفي مشكلهم وانت عيشتين عيشي هيدا الهم متل كل اللبنانيين بلبنان وبرات لبنان والمشاهر اللي عم شوفها والصور اللي عن جد بتقطع القلب وقت يمكن عند أشخاص كتير عم تعمل ردة فعل انه واصلين على هيدا النهائية لأ أنا بدي عيش بدي أمبصر بكل لحظة بحياتي ما بعرف ما تهيئتي السارق لهو منه سارق مجرم اوكي تفضل اوكي يالي بدي أقوله هو شي عم حضره كمان على السوشيال ميديا تبعين هو التالي نحن فينا نعمل كل شي بالحياة اذا في حب بقلبنا نحن فينا نعمل ليه كل شي بدنا ايه اذا في سلام بقلبنا اذا في سعادي اذا في طياب كينس بس شوفينا ننتج بالشر شوفينا ننتج بالكره شوفينا ننتج بالغضب فيه شوفينا ننتج بالأزيه التوجه هو دايما على الإنسان يقدر يتواصل ويحب حاله أول شي واللي حولاه ويكون طيب مع اللي حولاه هاكي بيبعد الجشع وبيبعد كل الستراجلز اف باور يلي عم نشوفها قدامنا بقى بدي اطلب منكن انو زعلانين زعلوا تعبانين تعبوا بس عرفوا حالكن وينكن وطلبوا مساعدة في كتير ناس موجودة للمساعدة مرسي مرسي إليك إلي دكتور زينة غصوب الأسود شكرا لأليك الله يحميك ويخلينا إياك شكرا لك إلي شكرا لك مشاهدينا رح نروح إلى فاصل من بعد لقاء مسجل مع الناتروبات دكتور ألفريد كرم اللي يخبرنا عن بريوتك بلاس وبرجع بلقيكم من بعد شكرا لك